السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في المقطع الرابع من محاضرة تقويم الوحدة الإثرائية ونعرض معا خطة آلية المتابعة والتقويم في الوحدة الإثرائية والنموذج الذي سوف أذكره لخطة آلية المتابعة والتقويم مأخوذ من كتاب الدليل الشامل لتخطيط طرامج تربية الطلبة ذوي الموهبة للأستاذ الدكتور عبدالله الجريمان إلا أن إجراءات إلا أني سأعرضه هنا من حين طريقة تصميم وتنفيذ في وحدة كوكب المستقبل قبل أن يبدأ من يقوم بتصميم خطة التقويم عليه أن يتأكد من أن ما يقوم ببناء أو البرنامج الذي يقوم بالتقويم أو الوحدة الإثرائية تقوم على أسس منهجية علمية وتضع خطة واضحة ومتدرجة وأن الخطة التي يقوم بتقويمها تحوي على تفاصيل كافية توضح الأطر النظرية والأهداف وكيف يتم الإجراءات التي ستتم من أجل تطبيق هذا البرنامج وتنفيذ في أرض الواقع كذلك يجب عليه أن يعرف بعض الأمور التي تتعلق بعملية التطبيق والتنفيذ وإن كانت عملية التطبيق والتنفيذ بالفعل هي كما هي موجودة في الخطط والوثائق المتوفرة لدي إذ أنه ليس بالضرورة أن يكون الشخص أو الفريق الذي يضع خطة التقويم ويقوم بعملية التقويم هو من قام بتصميم البرنامج أو الوحدة الإثرائية كما أنه قد يكون فريق التقويم داخلي من داخل المدرسة أو ربما يكون فريق خارجيا خارج المدرسة ولكل منهما بعد نظر مختلف عن الآخر ويمكن أن يكتشف جوال مختلفة ومعتبرة لذلك قد يفضل أحيانا أن يكون التقويم من عدة جهات وإذا كان فريق التقويم خارجي وبعيد عن أمليات التصميم والتنفيذ يجب أن يكون علاقة جيدة مع المستفيدين من عملية التقويم وأصحاب المصلحة بحيث يمكنه فهم أهداف البرنامج وإطاره النظري ومدى تطابق الخطة المكتوبة وأهداف البرنامج وعمليات التطبيق وإجراءات التطبيق وهل تسعى بالفعل لتحقيق الأهداف وأن منهجية التقويم التي يتبعها مناسبة بالفعل لتقويم الوحدة الإطرائية والبرنامج الإطرائي وأنه بإمكان خطة التقويم أن تلبي بالفعل حاجات المستفيدين من التقويم أي أنها ستوفر لهم المعلومات التي يريدونها ولذلك فإن أول خطوة من خطوات خطة المتابعة والتقويم هي تحديد المستفيدين من التقويم من المستفيد من التقويم؟ من الذي يريد أن يحصل على المعلومات التي سيتم التوصل لها من خلال هذه الخطة نتائج الخطة التي سوف نحصل عليها من الذي يريدها ويستفيد منها؟ في خطة تقويم كوكب المستقبل كان المستفيدين الطلبة وأولياء الأمور يريدون أن يحصلوا على بعض المعلومات عن تقويم البرنامج الإثرائي مدى فاعلية وتأثيرها أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية وهم بحاجة إلى معلومات أكثر عن فاعلية البرنامج وتأثيرها على الطلبة الموهوبين أكثر من الطلبة وأولياء الأمور في برنامج كوكب المستقبل أو في برنامج المستقبل ووحدة كوكب المستقبل إدارة الموهوبات أيضا إذا تم تطبيق هذا البرنامج في مدرسة فإن إدارة الموهوبات التي تتبعها تلك المدرسة بحاجة إلى معلومات أكثر وتفصيل أكثر لأنها هي الجهة التي يفترض أن تدعم هذا البرنامج وتشرف على تطبيقه وتنفيذه كذلك أيضا أعضاء فريق برامج الموهوبين أعضاء الفريق الذين يشوفون على برامج الموهوبين في المدرسة هم بحاجة إلى معلومات أكثر وأدق عن عملية التقويم ونتائج عملية التقويم وذلك بهدف تحسين العملية والتطوير الأداء إذن التقويم في الغالب إما أن يكون من أجل المحاسبة ولكشف عن مدى استحقاق هذا البرنامج للتكلفة المادية التي تصرف عليه والجهد المبذول في رعاية هذا البرنامج أيضا للكشف عن مدى فاعلية هذا البرنامج وذلك بهدف التطوير إذن إما أن تكون للمحاسبية أو للتطوير الخطوة الثانية في خطة المتابعة والتقويم هي تحديد أسئلة أو أهداف التقويم قد نلجأ لبناء أسئلة أو أهداف كلاهما سيصل إلى نفس الهدف أو إلى الوصول لإجابات محددة والوصول إلى معلومات محددة وتحديد أهداف التقويم مهمة جدا بل هي أهم خطوة يجب القيام بها قبل البدء الفعلي في عمليات التقويم ويفترض أن تتم عملية تحديد أسئلة وأهداف التقويم من قبل فريق من فريق تقويم أو تحديد هذه الأسئلة بتعاون من يقوم بعملية التقويم، تصميم التقويم والمستفيدين فاقتيار السؤال يتطلب الدقة والعناية إذ أنه يجب أن تكون هذه الأسئلة عميقة ومتشعبة وتقود إلى معلومات مهمة وليست معلومات سطحية يمكن الحصول عليها بمجرد فتح السجلات كما نعلم عملية وكما ذكرنا في أن عملية التقويم ليست عملية سهلة فيفترض أن تستهدف أو تركز على الأسئلة التي لا يمكن الكاشف عنها بمجرد فتح السجلات أو التي يمكن الإجابة عنها بشكل بديهي وكذلك يفترض أن تركز هذه الأسئلة أو توجه نحو الأسئلة التي تكشف عن جودة البرنامج الإثرائي أو الوحدة الإثرائية ومدى جدوى تطبيقها وتأثيرها وفاعلية بحيث تقود إلى معلومات تكون مهمة جدا للمستفيدين من عملية التقويم في تحديد الأسئلة هناك أسئلة أو أهداف تقويمية عامة وهناك أسئلة فرعية أو تفصيلية تكشف عن جوانب أكثر تحديدا وكلاهما بالتأكيد ضروري ومهم فالأسئلة الفرعية أو التفصيلية من خلالها يتم تحديد الأدوات التي يتم من خلالها جمع المعلومات والإجراءات التنفيذية التي ستتم من أجل الوصول حصول على المعلومات وسنوضح ذلك في المثال الذي سنذكره لاحقا هناك أيضا يمكن لفريق البرنامج من أجل الوصول لأسئلة قيمة ومفيدة يمكن أن يتبع الطور التباعدي والطور التقاربي كأسلوب للتوصل لأسئلة قيمة وذلك من يبدأ الفريق بطرح أسئلة عدة أسئلة وكتابتها وتدوينها وتكون هذه الأسئلة تهتم بالكم وليس الكيف أي لا ينظر للا يتم تقييم السؤال أو تحكيمه وإنما تكتب أي أسئلة تخطر في الذهن من قبل الفريق والمجموعة وتأخذ الأفكار أو تبنى الأفكار على بعضها البعض ومن ثم بعد اكتمال عدد كبير من الأسئلة ممكن أن ندخل في الطور التقاربي وذلك من خلال تقييم هذه الأسئلة وتحكيمه واختيار الأسئلة الجيدة والمناسبة منها الخطوة التالية هي تحديد المؤشرات ومصادر المعلومات والمسؤول عنها بحيث أحدد ما هي المؤشرات التي ستقود أو التي ستدل على التوصل لإجابات محددة على الأسئلة التي تم طرحها ومن أين سيتم الحصول عليها ومن المسؤول عن ذلك وهذه الخطوة بالتأكيد تسبق جمع المعلومات قبل أن أجمع المعلومات يجب أن أحدد المؤشرات التي من خلالها أستدل بأني توصلت للإجابات محددة للأسئلة التي تم طرحها وأن الهدف الذي تم حرضه بالفعل تم تحقيقه أو إلى أي مدى تم تحقيقه وتحدد أدواتها أيضا لأن تحديد المؤشرات يؤدي إلى تحديد الأدوات التي سيتم جمع المعلومات من خلالها وهي خطوة تنفيذية وتندرج تحت السؤال الرئيس هي خطوة لتنفيذ الأهداف السابقة التي تحدثنا عنها سابقا وبالتأكيد يجب أن تكون مبنية على هذه الأسئلة الخطوة الرابعة هي تحديد آليات تحليل المعلومات واستخلاص النتائج كيف سأقوم بتحليل هذه المعلومات؟ قبل أن أبدأ بجمع المعلومات وقبل أن أبدأ بعملية التقويم يفترض أن أكتب فيها الخطة ما هي الأساليب التي سوف أعتمد عليها لتحليل هذه المعلومات عندما أجمع المعلومات عن طريق الأدوات المختلفة وتتوفر لدي الكثير من المعلومات كيف سأقوم بتحليل هذه المعلومات واستخلاص النتائج والاستفادة من هذه المعلومات بتقديم معلومات للفئات المستفيدة وبتطوير البرنامج أو الوحدة الإثرائية؟ تحليل المعلومات واستخلاص النتائج هذه هي خطوة فرعية وأيضا تحديد المسؤول في حال المعلومات النوعية يلزم أن يكون من يقوم بتحليل المعلومات هو نفسه من قام بجمع المعلومات يفضل إذا كانت لدينا أدوات نوعية أو معلومات نوعية تم جمعها عن طريق المقابلة أو الملاحظة أو المجموعات المركزة يفترض أن يكون من الفريق الذي قام بجمع هذه المعلومات ودون هذه المعلومات هو من يقوم بتحليل هذه المعلومات لتوفر عامل الخبرة الحسية في تناول المعلومات أيضا يفترض مراجعة وتحكيم الخطة بعد كتابة الخطة والانتهاء منها تتم مراجعة الخطة وتدقيقها وتقديمها لمن يقوم بعملية التدقيق والتحكيم حيث تحكم هذه الخطة ويتم التأكد من مناسبتها وموافقة منهجية هذه الخطة للبرنامج الإثرائي وبعد ذلك بعد تنفيذ الخطة يجب أن يتم كتابة التقرير الختامي بعد تنفيذ الخطة والخروج بنتائج معينة يجب أن يتم كتابة تقرير ختامي هذا التقرير يتضمن كيف يمكن أن نطور هذا البرنامج في المستقبل وكيف ممكن أن نستفيد من هذه المعلومات في تطوير البرنامج وتطوير أداء الطلبة وتقدمهم المعرفي والمهاري وكمثال تطبيقي لخطة آلية المتابعة والتقويم سأعرض لكم بعض الجوانب من خطة تقويم ومتابعة كوكب المستقبل وحدة كوكب المستقبل هذا هو نموذج تطبيقي باختصار من خطة تقويم برنامج المستقبل عفواً البرنامج وليست الوحدة الجهة المستفيدة من التقويم فريق التخطيط فريق التنفيذ الجهة المنفذة للبرنامج أهداف وأسئلة التقويم تم الاعتماد على جوانب المراد تقويمها من أجل تحديد الأسئلة التقويمية ففي جانب العمليات سيكون السؤال إلى أي مدى كانت جودة تصميم البرنامج وتنفيذه أما من جانب المخرجات فسيكون السؤال التقويمي إلى أي مدى لبرنامج الاحتياجات العامة للطالبات أيضا إلى أي مدى أحدث البرنامج تطويرا أو تعزيزا لقدرات الطالبات على الإنتاج المعرفي الفكري طبعا هناك توافق بين الأسئلة والأهداف التي تتم كتابتها في هذا البرنامج كخطة تقويمية مع أهداف البرنامج نفسه حيث أن توفر الخطة التقويمية معلومات تعكس صدق البرنامج الإثرائي ومدى قدرة على تحقيق أهدافه أما بالنسبة للتطبيقات المستقبلية لبرنامج المستقبل كيف يمكن تطوير البرنامج مستقبلا بحيث يكون أكثر فاعلية وأكثر تأثيرا هذا هو الجدول الذي تم تصميمه في الخطة والذي تم اتباع نفس الخطة الواردة في الكتاب أو المرجع الذي ذكرته لكم سابقا في الأسئلة التقويمية وهي الخطوة الأولى والمهمة بعد تحديد الفئة المستهدفة أو الفئة المستفيدين من عملية التقويم نلاحب هنا أن السؤال إلى أي مدى كانت جودة تصميم البرنامج وتنفيذه وهذا هو أحد الأسئلة نحن هنا لا نعرض الخطة بالكامل هذا جزء فقط من الخطة وإلا فالخطة طويلة جدا تستهدف عدة جوانب إلى أي مدى كانت جودة تصميم البرنامج وتنفيذه هنا من خلال الإجابة على هذا السؤال سنتمكن من الحصول على معلومات تساعدنا في تطوير البرنامج نفسه برنامج كوكب المستقبل أثناء جمع المعلومات لأننا نقوم بجمع المعلومات وتحليلها مباشرة ومن خلال ذلك نستطيع أن نصل إلى بعض الجوانب التي ممكن أن نطور من خلالها البرنامج نفسه الذي نقوم بتطبيقه حاليا وهو برنامج المستقبل وكذلك أيضا نستطيع أن نطور البرنامج لاحقا من أجل تطبيقه بصورة أكثر فاعلية وهنا أيضا نلاحظ أن السؤال يبدأ إلى أي مدى أي أن هذا السؤال مفتوح الإجابة مفتوح النهاية بحيث نصل إلى معلومات يمكن من خلالها التوصل إلى عمق كبير وتشعب نستقصي من خلاله الإجابة وهذا هو المطلوب أن تكون الأسئلة كما ذكرنا سابقا تتوفر فيها أو توفر تسمح بقدر من التشعب والتعمق كما ننتقل بعد ذلك إلى خطوة مهمة وضرورية وهي تحديد ما الذي نريد معرفته من خلال الأسئلة التفصيلية وهذا هو أحد الأسئلة التفصيلية للسؤال التقويمي الأول السؤال التفصيلي هنا هل تم تصميم البرنامج بجودة عالية؟ هذا السؤال من المهم كتابة السؤال أو الأسئلة التفصيلية قبل البدء في جمع المعلومات بحيث لا نقفز لجمع المعلومات قبل أن نتبين الأسئلة التفصيلية فهذه الخطوة تؤدي إلى التركيز في جمع المعلومات على ما له قيمة فعلية فعلا في الإجابة على السؤال الرئيس أو التوصل للهدف الرئيس مما يقلل الهدر في المال والوقت أيضا يؤدي إلى عدم التشتت أثناء جمع المعلومات والإجابة على الأسئلة التفصيلية تكون من خلال جمع المعلومات والبيانات الكمية والنوعية الخطوة التالية تتمثل في الأعمدة الثلاثة هنا ما مؤشرات الإجابة عنه؟ أي عن السؤال التفصيلي ما هي المؤشرات؟ هنا كان المؤشر الأول تتبع خطة البرنامج المنهجية العلمية لإنموذج الواحة فهذا هو المؤشر لتصميم البرنامج بجودة عالية مؤشر آخر يحقق تصميم الخطة معيار جودة تخطيط البرامج الإثرائية في معايير جودة البرامج ولكن كيف يمكن أن أجمع البيانات الخاصة بكل سؤال؟ كيف يمكن أن أتأكد بالفعل من تحقيق هذا المؤشر؟ عن طريق الأدوات هنا أحدد الأدوات التي سأستخدمها في قياس هذا المؤشر المؤشر الأول استمارة استرشادية لتقويم خطة البرنامج الإثرائي من خلال تعبئة هذه الاستمارة والبيانات التي سأحصل عليها من خلال هذه الاستمارة سيتم تحليلها واستكشاف مدى تحقق هذا المؤشر استمارة التقييم الذاتي لمعايير جودة البرامج وهذا للمؤشر الثاني ثم بعد ذلك أحدد ما مصادر المعلومات المطلوبة كيف سأحصل على سأجمع هذه المعلومات أو كيف سأقوم بتطبيق هاتين الأداتين أولا يتم تعبئة الاستمارة من قبل جهتين فريق تخطيط البرنامج بعد الانتهاء من تخطيط البرنامج والجهة المنفذة للبرنامج بعد الاطلاع على الخطة ومن ثم استخلاص النتائج ومناقشتها في التقارير الختامي ومقارنة طبعا البيانات الواردة من خطة التخطيط بالبيانات الواردة من خطة التنفيذ وممكن هنا في الاستمارة الاسترشادية قد أضيف هنا وصفا آخر بحيث أني أقوم بتقويم استخدام الاستمارة الاسترشادية لتعبئتها من قبل فريق خارجي مثلا يقوم بتقويم البرنامج مثلا قد تكون من قبل المشرفة مثلا على البرنامج الاثرائي الذي يتم تصميمه وتنفيذه وهنا أستطيع أن أحصل على بيانات من عدة جهات أيضا بالنسبة للمعيار الثاني فإنه يتم تعبئتها من قبل فريق تخطيط البرنامج واستخلاص النتائج وتضمينها في التقرير الختامي هناك استمارة لتقييم جودة البرامج التي ذكرناها هنا وهنا نوضح كيف سيتم تحليل البيانات ليس مجرد ذكر فقط الأدوات وإنما يجب أن نحصل أو نكتب الطريقة التي سيتم بها تحليل هذه المعلومات وتفسيرها كذلك يجب تحديد من المسؤول عن جمع هذه المعلومات من سيقوم بالضبط بجمع هذه المعلومات وقد نكتب أسماء هنا مثلا هنا كتبنا فريق تخطيط البرنامج الجهة المنفذة للبرنامج قد نكتب أسماء بأدوار الأشخاص الذين تم تكليفهم بهذا الدور ومن المهم أن تحوي الخطة توزيع جيد للأدوار ودقيق بحيث يسهل فيما لو حصل ظرف ما لأحد المسؤولين أن يحل مكانه شخص آخر فكذلك أيضا يجب أن نحدد الوقت متى سيتم جمع هذه المعلومات هنا بعد تصميم الخطة مباشرة في تاريخ ونختار الوقت المناسب مثلا لو كنا نريد أن نجري مقابلة للمعلمين المعلمين مثلا مقررات الدراسية أو من يقوم بتنفيذ هذه البرامج الإثرائية أو مثلا مقابلة مع الطلبة من المهم أن نتأكد أن الوقت الذي يتم تحديده لإجراء المقابلة مناسب للفئة المستهدفة بالمقابلة لحيث لا تكون مثلا فترة اختبارات أو فترة مثلا أعمال معينة فتكون مناسبة للفئة المستهدفة هنا أيضا سيتم قبل وبعد تنفيذ البرنامج في تاريخ أيضا نحدد الوقت بدقة من القضايا المهمة والتي يجب توضيحها بشكل دقيق في الخطة الوقت والتكلفة تكلفة البرنامج وتكلفة عملية التخطيط ومدى مناسبته للميزانية المتوفرة مثلا من قبل الإدارة التي تقوم برعاية هذا البرنامج بحيث مثلا لو أجريت مثلا مقابلات المقابلة قد تحتاج لوقت طويل فعلي أن أدرس إمكانية تنفيذ هذه المقابلة لا أقصد أننا لا نستخدم المقابلة بمقابلة قد تزودنا بمعلومات مهمة وضرورية للحكم على جودة وفعالية البرنامج ولكن يجب أن تكون التكلفة التي ستكلفها هذه الأدوات مناسبة لميزانية البرنامج وأيضا مجدية أي أنها تزودنا بمعلومات فعلا مهمة ولا يمكن الحصول عليها بطرق أخرى هذا هو جزء فقط جزء بسيط كما ذكرت فقط ذكرنا هنا سؤال واحد من الأسئلة التقويمية ثم عبدنا إلى سؤال تفصيل واحد وذكرنا بعض الجوانب التخططية المتعلقة بهذا السؤال أو المؤشر طبعا بالتأكيد هذه الخطة لها تفاصيل أخرى غير معروضة هنا ولكن أعتقد أن هذه الجزء المعروض يوضح كيف يتم بناء هذه الخطة قبل أن أنتهي أريد أن أؤكد على أن التقويم أملية متدرجة وتتابعية تراكمية ومستمرة وأثناء أملية التقويم يفترض أن أستخدم البيانات التي تم الحصول عليها وأن أقوم بتحليلها مباشرة والاستفادة منها في تطوير البرنامج القائم وبعد ذلك في تطوير البرامج الأخرى وأيضا التقويم هو الذي يساعد على تتابع البرامج الإثرائية بشكل متسلسل وبحيث أنها تبنى على بعضها البعض فالتقويم مهم جدا لتطوير البرامج الإثرائية والكشف عن جودتها وتحقيق أقصى فائدة من هذه البرامج إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية محاضرة اليوم تقويم البرامج الإثرائية استعرضنا فيها أطر نظرية للتقويم ثم استعرضنا فيها مراحل التقويم في برنامج كوكب المستقبل التقويم القبلي والتقويم التكويني والتقويم الختامي ثم أيضا استعرضنا خطة لآلية المتابعة والتقويم وذكرت مثال تطبيقي من تقويم خطة التقويم لبرنامج المستقبل إلى أن ألتقي بكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته